وقسما بالله أنا تونس هاي لو أنا رئيس تونس وعلمت أن رئيس الحكومة الجزائرية هننكلمك أنا يالهاشم الحامدي في 2011 حاصل على المركز الثاني في الأصوات والثالث في المقاعد قسما بالله أقولها لك وكل جزائري لو أن المخابرات التونسية تجيب لي تقرير أن رئيس الحكومة الجزائرية يتخابر مع السهاينا ومع الأمريكان والبريطانيين والله لا أكشف اللي تعملوه وأعاملكم 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 وأعاملت العدو يا إحنا شرفاء إحنا معنا حتى علاقة مع السهاينا ما نقول علاقة واللي عملت وقترش ما للي عملت وقترش أك جاوبت الآن أك جاوبت الآن الآن جاوبت قلت إحنا الشرفاء ما يطلعش مننا هذا الشيء أحسنت وصدقت أنت هنا صدقت أشهد بالله أنك صادق الجزائريين شرفاء ووالله أقسم يمين الله لن يصدر منهم هذا العمل لأنهم شرفاء أما الذين يصدروا عنهم هذا فليس شرفاء وحري بك ألا تدافع عنهم أنت ولا أي جزائر حر شريف تضحت الصورة وبان الحق وتجلى ولله الحمد والشكر وبه ننهي حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر